بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته بعد الغلوب الأئمة هل يقول الغلات المعصرون بالإمامة الإلهية للمراجع وعصمتهم وولايتهم التشرعية امتلاكهم للولاية التشرعية نعرف أن الأئمة من أهل البيت كانوا رواتا لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا أنبياء ولا كان الوحي ينزل عليهم ولا كانوا يملكون ولاية الشرعية ولا ولاية تكونية طبعا وإنما كانوا علماء أبرار زهاد ثوار يطبقون الإسلام بصورة جيدة أفضل من غيرهم ولكن كان هناك حواليهم مجموعات من الغلات كانوا يغالون بهم ويرفعون درجتهم يقولون أن هؤلاء الأئمة مثلا لديهم ألم لدني من الله بصورة مستمرة وبالتالي فهم ليسوا ناقلين لأحاديث النبي وإنما هم كانوا يشرعون هم كان يأتيهم ألم من الله ينزل عليهم فهم يشرعون ويفتون بناء على الألم الإلهي يقولون أنهم معصومون ألا إما كان ينفون العصم عن أنفسهم هم كانوا يقولون لا ألا إما معصومون ويقولون ألا إما منصوص عليهم من الله هؤلاء قيادة تستمر تشكل امتدادا للنبوة الأئمة كانوا يقولون لا لا يوجد نص علينا من الله وطاعتنا ليست فرضا على الناس ليست فرضا من الله ولكن الغلات كانوا يقلبون كلام الأئمة ويتكلمون بما يشاءون يغالون بالأئمة حتى غال بعضهم بأنه قال لا هؤلاء هم سكرتارية الله سبحانه وتعالى استغفر الله ربي أعطوا إليه هم مساعدين لله هم يحيون يرزقون يميتون يحاسبون يفعلون كل شيء يعني من الله تعالى ولأئمة كانوا ندرس حياتهم لا نجد شيء من ذلك ولا توجد في الأحاديث الصحيحة أي شيء من القبيل هذا هذا الغلوب الأئمة خلق طائفة معينة منغلق على نفسها وانشقت عن المسلمين وأصبحت تنظر إلى الأئمة نظرات مغالية وبالتالي الناس ينظرون إليهم نظرة أخرى لا كبقية المسلمين وبالتالي حصل الشقاق والانشقاق بين الشيعة وبين المسلمين بفعل هؤلاء الغلات وليس بفعل مذهب أهل البيت هم حرفوا مذهب أهل البيت وأضافوا عليه من عند أنفسهم متكلمون فلاسفة غلات يعني مجموعات كثيرة كل الإمام كان مبتلى بمجموعة من هؤلاء الذين يزورون أقواله وعندما ينفيهم يحورون النفي ويقولون هذا النفي للتقية حصل انقطاع منذ ذلك التاريخ منذ أكثر من ألف ومائتي سنة إلى أن وصلنا إلى العصر الحاضر الشيعة لم يجدوا بنظرية الإمام